إلى التفاصيل مجددا أهلا بكم أعلنت وزارة التربية في إقليم كردستان أن حكومة الإقليم الحالية قامت بتشييد وإعادة تأهيل قرابة ألف مدرسة لغاية الآن قال وزير التربية الأرحم السعيد في مؤتمر صحفي خلال افتتاح إحدى المدارس إن التشكيلة التاسعة لحكومة الإقليم قامت بتشييد خمس وستين مدرسة وإعادة تأهيل ثمانمائة وخمسة وستين مدرسة أخرى وأضاف أن الحكومة رصدت مؤخرا مبالغ مالية كبيرة لبناء مزيد من الصفوف داخل المدارس من أجل استيعاب أعداد أكبر من الطلبة